تتعدد المؤسسات في النجف الأشرف بتعدد المهام المرتبطة بها ومن ضمن هذه المؤسسات مؤسسة النجف الأشرف برعاية الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد أحمد الأشكوري دام التوفيقاته ومن هذه المهام الجميلة والرائعة المهام العلمية الخاصة بالعلم والعلماء فهم يوفرون لك دروساً حوزوية متخصصة بالإضافة إلى أستاذ متخصصين في هذا الجانب بالإضافة إلى وجود المأكل والمسكن وهذا يوفر للطالب القدوم إلى حلقات الدرس في الوقت المحدد كما أن هناك جوانب أخرى تتعلق بالشعائر الحسينية ومنها الخطابة فما يتعلق بالخطيب والخطابة دروس وتوجيهات وأيضاً تتعدد فروح هذه المؤسسة بهذا الجانب لأنها تعطي لهذا الجانب الرعاية الكبيرة فذلك يتعلق بمجالس الإمام الحسيني عليه السلام قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً خلق الإنسان لغاية وهدف بمقتضى الحكم الإلهية وكان هذا الهدف لا بد أن يقدم له مشروع وخارطة من السماء وليس أمر هذه الخالطة بالأمر الحي والسهل إذ كان يستجعي ذلك إيجاد السفارة فبدأت السفارة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقام بدائرة التنزيل ثم ثلاث عليه وأبناء عليه في دائرة التأويل وبعد زمن الغيبة كان لابد للمشروع من اكتمال على أن يكون على النهج الذي فرق ففي زمن الغيبة أسست الحفظة العلمية وهي مؤسسة خصصية علمية بامتياز تعتني بالموروث الديني والأصالة وتستجيب للحاجات الفكرية والعلمية للمجتمع على طول الخط وفي زماننا بسبب التحديات الكبرى نشط هذا الدور وكان لابد من عمل دؤوب للوقوف أمام الغزو الفكري وأمام ظاهرة الاختراب وظاهرة الاستشراق فعملت الحوزة العلمية بالاستعانة بالمرجعية العليا وبالمرجعيات الدينية وبالعتبات المقدسة فعملت على مجموعة من الأطر الإطار الأول وهو إطار ترشيد الكفاءات العلمية وإبراز دور الأساتذة والقامات العلمية في الوسط العلمي وتقديم ما ينبغي أن يقدم مع مواكبة النتاج العلمي الحديث فكان هناك أضاء مستمر من قبل هذه الحوزة الكريمة وأيضاً كان ولا بد من ترشيد القدم العلمي فنشأت جملة من المشاريع لأجل هذا الهدف كما أنه للمنبر وللخطباء الكرام دور بارز ومؤثر أيضاً ارتأت الحوزة العلمية أن تلتفت إلى هذا البعد وقامت بعملية ترشيد المنبر الحسيني وتقديم ما ينبغي أن يقدم وتكامل هذا المنبر والوصول إلى الغاية المنشودة له ثم أنه بما أن الحوزة عمل يغضي شمولية فكان ولا بد من استهداف للشباب فأسست مركز طيبة ليلبي هذه الحاجة وقد يتحدث بعض الأخوة المعنيين في مركز الشباب ما هي الخطوات المهمة التي لا بد من تقديمها في هذا المجال أيضاً هناك التفات واضح وبعناية مركزة ولأسباب يطول الحديث عنها ضرورة الحديث وإشباع ما تحتاج إليه المرأة المؤمنة المرأة الهادفة فكان ولا بد من تأسيس جامعة نسوية تقوم بهذا الدور وقدم ما ينبغي في هذا المضمار على مستوى اللغة العربية وعلى مستوى اللغة الأردو وهناك رغبة في إنشاء فرع ثالث فيما يرتبط باللغة الإنجليزية وسيأتي الحديث في مدة أمر هذه الجامعة وعدد الأخوات المشاركات في هذا الجامعة أيضاً من الأمور الضرورية جداً الاهتمام بالجمهور واحتضاء الجمهور فأنشأت مجموعة من المشاريع لتذبية الحاجة العامة للجماهير ولصيانة المسيرة من الحراف أو من التيه والضيعة فكان لنا قسم الشعائر الدينية الذي لبى حاجات مهمة كزيارة الأربعين وكزيارات الفاطمية وكزيارة شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه والإمام الجواد والإمامين العسكرية فأسس عمل في هذا المضمار منتظر وبنحو عمل مؤسساتي نخبوي على أن يكون هناك مواكبة للمشاكل الفكرية للأمة وللمشاكل الاجتماعية في هذا المجال أيضاً من المؤسسات التي كان ولا بد من التفات لها بشكل واضح أنه الأيتام هذه الشريحة الذي لها حق على الأمة سواء كانوا من الشهداء أم كانوا من غير الشهداء هذه شريحة إن لم نتعامل معها بموضوعية وبنحو دقيق ربما تكون النتائج لهذه مجموعة نتائج سلبية لا سمح الله فبادرنا بتأسيس مدينة للأيتام وبادرنا للاحتضان أعطاء بعض الرواتب والالتفات إلى بعض العطايا المعنوية والمادية لهذه الشريحة المهمة أيضاً كان هناك ولا بد من تأسيس مركز صبي يعتني بوجود شريحة الطلاب للعلوم الدينية وهكذا شريحة الأيتام وهكذا شريحة الفقراء فأنشئ أيضاً مشروع مختصر في هذا المجال يلبي حاجات هذه المحافظة الكريمة التي ننعم نحن بوجودها وبمقربة الإمام الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو القلب النابط في حركتنا المهم في هذه المشاريع ضرورة أن تكون مشاريع على الاستقامة وأن تكون مشاريع واضحة الدلالة وأن تحافظ على الأهداف التي من أجلها أسست نحن حلقة في ضمن حلقات متسلسلة سبقتنا أياد طاهرة وكريمة ابتداء من يد النبي صلى الله عليه وآله ثم الأئمة الأظهار ثم العلماء الربانيين الذين قاموا بهذا الدول ما تقوم به الحوزة في الوقت الراهن هو في الحقيقة جزء من عمل منظم وبعمل تخصصي وبعمل علمي الأعمال الاجتماعية التي تقدم في هذا المجال أيضا موضع عناية والتفاق للحوزة العلمية وضرورة الاهتمام في الشأن الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية مجتمعنا يمر بتحديات خطيرة بدأت القيم الدينية والقيم الإخلاقية والقيم الإنسانية ربما تتزعزع بسبب وجود الأفكار الشاذة والغريبة كان من الضروري جدا أن يكون لنا بصمة وأن تكون لنا كلمة في هذا المجال كلمة واضحة الدلالة على أن الحوزة العلمية ما هي مشروعها في الشأن المنظومة القيمية والمنظومة الأخلاقية أعلى من المنظومة الأخلاقية الفردية والمنظومة الأثرية والمنظومة الاجتماعية هذا جزء من نشاطات هذه المؤسسة الكريمة والذي تكون تحت عناية مولانا الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وحتحت عناية كبار وقامات الحوزة العلمية ندعو الله أزواج أن يكتب لنا الإخلاص في عملنا وأن يطور هذا العمل وأن يأتي الجيل القادم يأخذ بزمام هذه المشاريع الكريمة إلى أن تصل إلى يده مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي هو أمل كل إنسان المؤمن نظرا لأهمية المنبر الحسيني وكون المنبر الحسيني أحد الروافد الرئيسية لنقل فكر أهل البيت وأنه الأداة الإعلامية لنشر ثقافة أهل البيت ونشر علوم القرآن وانبثاقا من توصيات المراجع العظام وعلى رأسهم المرجعية العليا بالحفاظ على الخطاب الوسطي والخطاب الواعي انبثقت من الحوزة العلمية فكرة من بعض أساتذتها الكبار بأن يكون هناك منتدى هذا المنتدى يرعى الخطباء هذا المنتدى وظيفته بأن يرتقي ويطور من قدرات الخطيب بمعنى آخر منتدى تنمية وتطوير بنفس الوقت فكرة المنتدى يرتقي الخطيب المنبر إذا ارتقى المنبر هناك بالإضافة إلى التسجيل الذي يعرض عليه ويرسل إليه فيما بعد لما يكمل الخطيب من المحاضرة لمدة نصف ساعة 45 دقيقة أقل أكثر وهكذا بعدها هناك ثلاث لجان لجنة الأولى اللجنة الفنية اللجنة الفنية تختص بعدة جوانب جانب اللغة جانب البلاغة جانب بحور الشعر خنقول قضية فنية إلقاء القصة لغة الجسد وما يتعلق بالجانب الفني هذا كله في اللجنة الفنية بعد هذا ينتقل إلى اللجنة العلمية اللجنة العلمية كل ما يتعلق بالجوانب العلمية بالمحاضرة مثلا نقل رواية هذه الرواية صحيحة مقطوعة مرسلة مسندة لآخره مصدر هذه الرواية عليها شائبة تتنافى مع القرآن الكريم أم لا طرح فتشبه معينة هذه الشبه اللي طرحها هل استطاع بأن يطرحها بأسلوب تصل إلى الجمهور وبعض الأحيان أكو شبهة تنقل ولكن هو طرح الشبه يؤدي إلى شبهة ثانية هذه مشكلة زين بعد طرح الشبه هل هناك فنية في حل الشبهة لو بس طرح الشبه وما قدر يحل وغيرها من الأمور الكثيرة في اللجنة العلمية بعد هذا اللجنة الثالثة وهي لجنة المقامات والأطوار والرساء طبعا مثل ما الجانب العلمي مهم والجانب الفني مهم كذلك الدمعة لها الحيز الكبير وخصوصا في بعض المناسبات يعني محاضرات أيام محرم تختلف عن محاضرات شهر رمضان لأنه لكل مقام مقال فينقل إلى اللجنة الثالثة وهي لجنة الأطوار والرساء والمقامات هذه اللجنة ليست فقط في قضية المقامات والأطوار لا حتى في الرساء بمعنى آخر يعني لما نقل فد حادثة من حوادث المصيبة مصيبة كربلة هاي بياه مصدر حسنا ربما تقول هاي مراهت الداخل الأقسام يعني وهي اللجنة العلمية لا لأنه هذيك بالجوانب العلمية هاي هنانا بالجانب الرسائي أكو بعض المصائب التي تنقل تتنافى مع شخصية المعصوم من هذا الجانب بعد هذا هاي اللجنة الثلاثة تنطين تقييم شخصية هذا الخطيب من الناحية الخطابية هذا المنتدى عقد في يوم ثلاثة شعبان يعني أول جلسة عقدت في يوم ولادة سيد الشهداء سلام الله عليه احنا من المشاركين مو فقط من النجف لا من خطباء العراق لأنه يعني الآن احنا عدنا أقروبيا بالمنتدى أكو أقروب أقروب اللي العام وهو اللي يعرض الإعلام الموجود كل قضية خص المنتدى هذا ينقل إلى تقريبا أكثر من خمسمائة ستمائة خطيب حتى خارج العراق أيضا لكن المسجلين اللي سجلوا أكو استماير أكو كل خطيب إلى سيفي فايل وقد قرأته انتهاءه هناك أقروب خاص اسمه إعلام منتدى الخطيب الحسيني للخطباء اللي سجلوا الاستمارات وكل جلسة تعقد في يوم الاثنين في مركز طيبة عادة ساعة بثمانية ثمانية ونص وهكذا واقعا يعني أنا أقول بأنه هذا المنتدى أدعو الأحبة بأنه يعني شحذ الهمم في قضية التسجيل ليش؟ لأنه المنتدى إنما هو للارتقاء بالخطاب الديني والخطاب الحسيني من هذا الباب وليست قضية تابعة مثلا إلى جهة أو فئة أو إلى آخره وهي فقط نقل فكر أهل البيت وبالطريقة الوسطية مدرسة سيد الأوصية عليه السلام بإشراف سماحة السيد أحمد الأشكواري أسست تقريبا ما يقارب قبل أربع سنين والهدف من هذه المدرسة هو إعانة طالب العلم على التسلسل في حياة الدراسية خصوصا في بدايته طالب العلم حينما يأتي إلى الحوزة وقت اللي يدرس دراسة حرة بيها كثير من الإيجابيات ولكن يواجه بعض العقبات الدرسية اللي هي أنه طبيعة الأستاذ الجيد لعله ما يحصله ببساطة طبيعة تسلسل الدروس نتيجة الحوزة العلمية أكو بيها بعض الكتب المعتبرة والمعتمدة اللي هي تصنع طالب علم كفوق وتصنع طالب علم جيد في كثير من الأحيان الطالب وقت اللي يأتي ويقبل إلى الحوزة وهو ما عنده هذه الخلفية لعله يقع في بعض الأخطاء من قبيل دراسة بعض الكتب الخاطئة أو دراستها بشكل خاطئة طبيعة مدرستنا نحاول أن نوفر نفس أجواء الدراسة الحرة في داخل المدرسة ونعين الطالب على أن يدرسوا الكتب الصحيحة ونعين الطالب على أن نوفر لخيرة الأساتذة اللي هما موجودين في الحوزة أو من خيرة الأساتذة اللي موجودين بالحوزة العلمية في سبيل أن يعلموا طريقة الدراسة الصحيحة يعني الدراسة ما موقوفة بس على دراسة الكتاب الدراسة موقوفة على طريقة القراءة على طريقة الكتابة على طريقة الحفظ على طريقة شنو اللي ينبغي لطالب العلم من الأمور الأخلاقية ومن الأمور الأدبية ومن الأمور العلمية احنا بالمدرسة نحاول أن نخدم الطالب وأن نقدم لهذه الخدمة بأن نوفر له كل هذه السبل في سبيل أن يرقى إلى المستوى المطلوب كطالب حاوز يكون ينخرط في هذا السلك اللي هو خدمة دين محمد وقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا على المستوى الدرسي أما على المستوى الخدمي فإحنا نوفر للطالب السكن ونوفر للطعام كذلك ثلاث وجبات ونلزم بنفس الوقت بقضية الحضور يعني من إيجابيات الحضور في المدرسة أنه الطالب رح يصير مطالب بالحضور الدرسي أولاً في وقتاً معين وهو بايت بالمدرسة لأنه أكمبيت بالمدرسة فما يصير عنده تسويف وإضافة إلى ذلك قضية المتابعة على مستوى المباحثة وعلى مستوى التقرير الدرسي كذلك فكل هذن الأمور تسهم في أنه يخرج طالب يكون أهل لحمل المسؤولية في أي مجال من مجالاته لأنه اللي مستفادي من أساتذتنا هو أنه وقت اللي يصير طالب العلم طالب جيد محافظ على درسه بالشكل الصحيح ذاك الوقت أي مجال يريد يدخل به هم رح يكون بمجاله منتج وجيد يعني الطالب لعله عنده وهس أن يكون خطيباً إذا ما كان جيد فيه درسه وإذا ما كان مسيطر ومهيمن على دروسه ومذاكرها بالشكل الصحيح ما رح يكون خطيب نافع وما رح يكون خطيب منتج إذا أختار أن يكون باحث إذا أختار أن يكون كاتب إذا أختار في أي مجال من مجال حياته التبليغية إذا أراد أن يختارها لابد أولاً من أنه يضبط درسه ويكون مهيمن عليها بالشكل الصحيح حتى وقت اللي ينخرط بالمجتمع ويريد يأدي رسالته هم رح يأديها بالشكل الصحيح على وفق هذا الدرس اللي هو درسه لأهمية قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه إذا ارتأت الحوزة العلمية المباركة في النجف الأشرف إقامة مآتم الزهراء عليها السلام وكان هذا التأسيس منذ خمسة عشر عام ولكن النكتة التي دعت الحوزة العلمية إلى هذا التأسيس المبارك لأمور أتطرق إلى ثلاثة أمور الأمر الأول شأنية الزهراء سلام الله عليها إذ أضاف النبي صلى الله عليه وآله أوسمة على صدرها متعددة منها فاطمة بضعة مني منها فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضر لغضبها منها فاطمة حجابها حجابي بابها بابي وحجابها حجابي منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله جملة من الأوسمة ألقاها النبي صلى الله عليه وآله على صدر الزهراء هذا الأمر الأول الذي دعى الحوزة العلمية الاهتمام بهذه القضية وهي إبراز تأسيس الوعظ والإرشاد لبيان مظلومية الزهراء عليه السلام الأمر الثاني وهو أن الزهراء صلى الله عليه وسلم كانت الأول التي دافعت عن عرين الإمامة لما ذهبت إلى ذلك المكان وكان الناس كلهم حضور وكان الأول والثاني فالزهراء عليه السلام سلام الله عليها هي الأول التي دافعت عن عرين الإمامة وهذا الأمر أمر الحق وهو الدفاع عن عرين الإمامة والذي تصدت له الزهراء عليه السلام الأمر الثالث وهو دفاع الزهراء صلى الله وسلم هو عليها واسترداد الحق وهو فدك لأن الفدك هو من المقومات الرئيسية لنجاحية مشروع الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه للإمامة لذا صارت شرعت هذه الزهرائيات الثلاث لبيان مظلومية الزهراء صلى الله وسلم أن طلب العلم هو لم يكن أمرا منحصرا بالرجال فقط وإنما الله سبحانه وتعالى قد شمل النساء أيضا بهذه الفريضة لأن مقامات الكمال هي غير منحصرة بجنس دون آخر بل أن مقام التفاضل عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى لذلك نجد أن هناك كثير من الآيات وكثير من الروايات وروايات أهل البيت حقيقة تحث على طلب العلم طلب العلم بالنسبة للمرأة في الحقيقة هو واحد من أهم الطرق التي أو لعله هو الطريق الأمثل لوصولها إلى مقام الكمال الإلهي في قضية الانتماء الديني وكما هو معروف أن مسألة الانتماء الديني لا يمكن أن يتحقق إلا بالانتماء الحقيقي إلى مدرسة أهل البيت عليه السلام ولعل هذا واضحا في كلام الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وفي مضمون كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون عترته يعز إليه من عترته هو فالانتماء العلمي لمدرسة أهل البيت يحقق المنظومة القيمية الإنسانية التي تحقق الوجود الأكمل لهذا الإنسان جامعة النجف الحوزوية الإلكترونية النسوية هي في الحقيقة تمثل واحدة من هذه القنوات التي تحقق هذا الانتماء العلمي لمدرسة أهل البيت وذلك لأنها تتميز بخاصيتين الخاصية الأولى ارتباط هذه الجامعة بمباركة مرجع الطائفة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد السستاني دام ظله الشريح وهذا يكون هو صمام أمان للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص الخاصية الثانية أنه هذه الجامعة وهذا المنبر المبارك في الحقيقة يهدف إلى النهوض بواقع المرأة من الناحية الدينية والناحية الاجتماعية والناحية الأخلاقية وكذلك الناحية الفكرية نستطيع أن نقول أن هناك مجموعة من الحلول التي تقدمها هذه الجامعة للمرأة من خلال ما تواجهه من تحديات يعني هذه التحديات الكبيرة والواسعة في خضم هذا الانفتاح العلمي والانفتاح الفكري وما تبثه اليوم هذه المذاهب الفكرية من شبهات ومن أفكار في الساحة ربما يؤدي إلى حالة من التشتت الذهني والفكري لدى المرأة فكان الهدف والغاية الأولى هو هذه الغاية الثانية في الحقيقة هو أنه مسألة الدراسة عن بعد يعني الدراسة الإلكترونية هذه جاءت لتساعد وتساهم في إعانة المرأة على أن تتفقه في شؤون دينها من خلال هذا المنبر تستطيع كل إمرأة اليوم أن تتفقه في شؤون دينها وهي تجلس في بيتها وهي تجلس في مدرستها مثلا أو تدرس في محل عملها وهذا لا يستدعي حضورها طبعا إلى المبنى أو حضورها يعني يكون حضور واقعي وإنما تكتفي فقط بأنها تجلس وتستمع إلى الدروس وتستمع إلى المحاضرات ومن ثم تمارس عملية الإختبار الإلكتروني كما هو موجود على المنصة الجامعة تم تأسيسها في عام 2016 وكان عدد الطالبات حين إذن يعني تقريبا 700 يعني 732 طالبة تقريبا بعد ذلك بدأ العدد يتزايد خلال السنوات اللاحقة حتى وصل في عام 2024 اليوم إلى حوالي 4817 تقريبا طالبة فخلال هاي الثمان السنوات صار عدد الطالبات 22000 عفوا و726 طالبة من جميع أنحاء العالم يعني هي جامعة عالمية وليست متخصصة في محافظة أو في مكان مستقل وإنما هي منصة عالمية وقام بالالتحاق يعني النساء التحقنا بها من جميع أنحاء العالم سواء كانت دول عربية أو كانت دول أجنبية الرسالة اللي نحب نواجهها أنه نتمنى أنه يعني تلتحق كل امرأة شيعية حرة تحب الارتقاء بدينها وتحب الارتقاء بثقافتها سيما أنه اليوم نحن نواجه كثير من الشبهات المعاصرة اللي ممكن تهدد المنظومة القيمية في داخل الأسرة وليست فقط يعني في المجتمع بشكل عام وبما أنه المرأة هي يعني تشكل حقيقة يعني قلب المجتمع وهي التي تؤسس الأسرة وهي التي تقوم بعملية التربية لا بد اليوم أن تكون هذه المرأة واعية ومثقفة ومدركة لكل الأخطار التي يمكن أن تهدد هذا الكيان الأسري الذي يستهدفه الأعداء اليوم في مؤسسة النجف الأشرف هناك جانب يتعلق بالخدمات المقدمة إنسانية وصحية ففيها جانب يتعلق برعاية الأيتام وكفالتهم مع توفير رواتب شبه شهرية لهؤلاء وتتعدد هذه المناطق ما بين المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط بالإضافة إلى أماكن خاصة بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة وإذا تكلف الأمر فإنهم سيحولون أولئك إلى الأماكن الخاصة بالمستشفيات الحكومية وهذا جانب جدا مهم في هذه المؤسسة مؤسسة الصديقة فاطمة لكفالة الأيتام الخيرية هي مؤسسة مجازة من دائرة المنظمات المجتمع المدني وتحت إشراف ورعاية الحوزة العلمية في النجف الأشرف تأسست المؤسسة في سنة 2015 تقريبا المؤسسة لديها فروع في المحافظات مثل الناصرية والسماء والخضر بقية المحافظات ولكن مقرها الرئيسي هو في النجف الأشرف نشاطات المؤسسة طبعا هي مختصة برعاية الأيتام والأرامل نشاطاتها هي تقريبا المساعدات المادية المالية شهريا تقريبا كذلك لديها تقريبا مساعدات عينية مثل المساعدات الغذائية كسوة العيد الكسوة الشتائية الكسوة الصيفية ولديها أيضا حسب الإمكان مساعدات علاجية للأيتام طبعا المساعدات الشهرية كل شهر تيجي العائلة إلى مقر المؤسسة إذا كانت من نجف وتستلم الراتب الشهري مع المساعدات الغذائية الموجودة المتوفرة حسب الإمكان تسجيل العوائل وتدقيق العوائل وقبول العوائل طبعا يتم حسب الضوافط اللي خلتها المؤسسة والكشف والتحقيق الميداني عن العائلة والبحث عن العوائل المحتاجة فعلا تعتمد المؤسسة على كفالة الأيتام حيث أنه كل عائلة تقريبا مكفولة من أحد الأخو المحسنين أو المحسنات أيضا لدى المؤسسة نشاطات ثقافية غير النشاطات الإنسانية الخيرية ولدى المؤسسة مشروع سكني للأيتام الآن ساكني تقريبا الأيتام في المؤسسة هذا المشروع السكني مؤثث كامل تقريبا الآن موجود عندنا 30 واحدة سكنية مؤثثة كامل مثل لاجة ومجمدة وطباخ وغسالة فقد تجي العائلة تسكن ما تحتاج أي شيء الكهرباء والمولدة والحمايات الخاصة للعوائل طبعا أقام هذا المشروع مشروع السكنية من الحوزة العلمية في النجاف الأشرف نسأل الله أن يحفظ جميع الأخوة المؤمنين والمؤمنات المحسنين الذين يدعمون المؤسسة ويجعل هذا العمل مبارك خالصا لوجهي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مركز صحي البدر الكامل الخيري من أوائل المراكز الصحية الخيرية في محاطة النجاف الأشرف في بداية المشروع تم فكرة إنشاء مشروع طبي خيري فقط للأوائل المتعففة أو أيتام أو أوائل حوزة العلمية المركز الصحية تكون من قسم المختبر وقسم أشعى وسونار قسم العادات الاستشارية مكونة من 6 استشاريات منها الباطنية جراها عامة أطفال نسائية عيون واستشارية الكسور وقدم سكري وداء السكري وقسم الطب الأسنان وقاعات المحاضرات متعددة الأقراض هذا المشروع الفئة المستحدة أما يأتون للمركز عن طريق مؤسسات خيرية اللي يرسلون عن طريق أوراق أو نستقبلهم إحنا بهذا المركز أما يجرع عملياتهم في مستشفيات حكومية أو الحالات البسيطة تعامل وتعالج في داخل المركز أما الباقي الفئات هم مفتوحة أبواب المركز للاستقبال كافة الأوائل وإن شاء الله التوفيق من الله لا شك ولا ريب في أن لشأن التبليغ أهمية بالغة وواضحة لدى الجميع ولذلك كان من هموم فضلاء الحوزة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف أن يقام مشروع تبليغي يغطي كافة الشأن التبليغي لدى عامة الناس فلذلك بإشراف مباشر من سماحة السيد الأستاذ أحمد الأشكوري أقيم هذا المركز التبليغي وكان الهدف من هذا المركز التبليغي أن يكون صمام الأمان لجميع الناس حيث أن نجد أن الإنسان عندما يتابع وينظر ويعمل بما جاءت به المنظومة الدينية الحقة يكون على الصراط وقد لاحظنا في الفترات الأخيرة كثير من المشاكل وكثير من الانحرافات العقدية والفقهية والسلوكية فالعلاج لهذه المشاكل لا بد أن يكون بإنشاء مشروع متوازن متكامل يقوم بحل جميع هذه المشكلات لذلك وقبل تقريبا عشر أو 11 سنة أقيم هذا المشروع المبارك واستهدف جماهير المؤمنين في الزيارات المليونية الكبيرة فبدايتنا كانت في زيارة الأربعين انتخبة مجموعة من مبلغي الحوزة العلمية وعلى شكل محطات استفتائية توزعت في جميع محافظات العراق طبعا لها خط سير إلى كربلا ولاحظنا في السنة الأولى هناك إقبال كبير من الزائرين وهناك إقبال كبير على محطات الاستفتاء فبدأت الفكرة في تطوير هذا المشروع المبارك فسابقا اعتمدنا على المبلغ واعتمدنا على رجل الدين لكن بعد سنتين تم الاعتماد على المبلغة ومشاركة المبلغة في هذا المشروع وكان لها دور فاعل ومؤثر في نشر الفقه المحمدي وفي حل كثير من المشاكل وخصوصا العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك تطورت الفكرة واستحدثنا محطات لمعلمي القرآن الكريم فصارت المحطة الاستفتائية في زماننا هذا تحوي على رجل دين مبلغ ومبلغة موجودة داخل الموكب ومعلم للقرآن الكريم ثم ان عدد المبلغين في تزايد سنة بعد سنة في العام الماضي وصل عدد المبلغين حدود ثلاثة الاف وخمسمائة مبلغ اما بالنسبة الى عدد المبلغات حدود الف وخمسمائة مبلغة واكثر من سبعمية وخمسين معلم للقرآن هؤلاء وبشكل مجموع يقومون بخدمة الزائرين فكان لرجل الدين ولمبلغة ولمعلم القرآن حضور مميز في هذه الزيارات وفي بداية العمل كان الاعتماد على الزيارة الاربعينية ولكن بعد فترة من الزمن تطور العمل وصار لرجال الدين حضور ممتاز وجيد في زيارة الامام الكاظم عليه السلام استشهاد الامام الكاظم ايضا لنا حضور مميز في زيارة الامام الجواد عليه السلام كذلك لنا حضور في زيارة وشهادة الامام العسكري عليه السلام وشهادة الامام الهادي عليه السلام وأحيانا يطلب منا من بعض المعتمدي سماحة السيد أو بعض رجال الدين في بعض المناطق أن يكون لنا حضور في شهر رمضان المبارك وفي شهادة الإمام فنلبي الدعوة بعد تهيئ الأمور اللوجستية لذلك انبثق المشروع التبليغي في الحوزة العلمية النجف الأشرف بعدة أذرع ونشاطات منها موقع مقالات موقع ألكتروني يهتم بنشر ما تسطره أنامل طلبة الحوزة العلمية أهداف الموقع الهدف الأول نشر مقالات علمية رصينة ذات طابع غير تقليدي بما موجود في المواقع الأخرى يكون البحث فيها في دائرة أوسع الهدف الآخر من أهداف المقالة الاهتمام بعناوين تعالج مشاكل عالمية ومحلية في موارد أوسع من الوضع التقليدي آلية العمل في المقال آلية عمل الموقع توجد نظام العمل التنظيمي والعمل الإشرافي وأيضا توجد لجنة علمية من قبل أصحاب السماحة أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف هذه اللجنة يكون لها الدور الأهم في المقال يوجد في الموقع عدة أقسام تبوب بحسب عنوان الكاتب للمقال أقسام مقالات العقائدية والمقالات الفقهية المقالات الاجتماعية المقالات الاقتصادية السياسية وهكذا اللجنة العلمية لها الدور الأهم انبثاقها من قبل أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية مهام اللجنة العلمية وضع آلية لضوابط قبول المقال الاهتمام في المقال أو البحث العلمي والنظر فيه وإبداء ما يحتوي على ملاحظات إن وجدت وتقويم هذا المقال إلى درجة إخراجه في الموقع بالتعاون مع المشرف والكاتب آلية النشر في المقال المقال أو البحث العلمي ينشر وتنشر معه صورة شخصية إلى الكاتب وسيرته العلمية في الحوزة العلمية وهذا من أولويات المقال الموقع وحرص الموقع على أن لا تخرج المعلومة سواء كانت عقائدية أو فقهية أو أخلاقية أو غيرها إلا من منهل إنصافي وهو منهل الحوزة العلمية بالتعرف على الكاتب من خلال سيرته العلمية وصورته الشخصية ما شاهدتموه من جانب رائع يتعلق بالجانب التبليغي فلرجال الحوزة تواجد في الزيارة المليونية بتقديم كل ما يحتاجه الزائر من مادة علمية أما تتعلق بالفقه أو العقائد أو الأخلاق أو الإجابة عن بعض ما يتعلق بسيرة النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وربما شاهدتم هذه المحطات المتواجدة في الطرقات المؤدية إلى مراقد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وصلت إلى نهاية هذه الحلقة ألتقيكم إن شاء الله في حلقات وتغطيات أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا